الحمد لله الواجب الوجود الدائم العطاء والجود الموجود قبل كل موجود والصلاة والسلام على رحمة المهدات سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم ملأ العلا بكماله كشف الدجاء بجماله عظمت جميع خصاله صلوا عليه وآله صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله سائل من تيزيوز ويقول ما حكم من يحجز مكانا في المسجد بثيابه ثم يأتي للصلاة وقت صلاة الجمعة هذه المسألة تكلمنا فيها وقلنا بأنه حرام إنسان يجي الصبح على الثمانية الصف الأول يحط قندورته ولا شاشيته ولا البارنوس انتاعه ولا يحط كورسي ولينا جوه مع شغل باركينج يقبض المكان ويروح يهمل في الأسواق راه في الأسواق ومن بعد كي وقت صلاة الجمعة راه ضامن بليه ويقبض ما كان في المسجد يجي اسمح لي أخويا اسمح لي أخويا اسمح لي أخويا اسمح لي أخويا مشيني توقع الصف الأول عقيدة بلي هذا كل ما كان تاع تاع شغل ملكه ويرثوا على باباه حسبنا الله ونعم الوكيل حاولوا تفهموا علش هذا الفعل حرام أنا أخاطب العقول تاكم حاولوا تفهموا علش هذا الفعل حرام ربي وشي يقول وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا حقا وأن المساجد لشكون لله ما يجوز لأي إنسان يكون عنده شبر التاعو في الجامعة فكاش وأن المساجد لله صحا أما لهذا الإنسان كيوه صباح التمانية يحط البانوس تاعو هذا كالمكان الذي حجزه رأوا منع الناس باش يصلوا فيه ولا لا لا يجو الناس ما يصلوش فيه يصلوا على اليمين على اليساء وكي الناس يوصلوا ما يصلوش لأنه ما عندهمش مكان يصلوا فيه وما يجرؤوش يروحوا ينحو هذا كالبرنوس على لأنه رأوا قابض مكان ومنع الناس من الصلاة فيه أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى يدخل فيها ولا ما يدخلش فيها ها يجاوبوني يروح واحد يحجز مكان التاعو ويروح يهمى الفلسواق ويمنع الناس من الصلاة فيه هذو كل حواج ليو حطم كل يروح كاتب قف الصلاة هنا ممنوعة هذا ملك خاص بفلان بن فلان هذه البنوس ممنوع بدليل أنك لو كانت نحيه يطور ويجي ويدرهيلول في المسجد أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى يمنع الناس من الصلاة في المسجد ولذلك يجوز للإنسان إذا انتقذ وضوءه راه قابض مكان أو يسمع في الدرس ومن بعد حبي يروح يتوضى يحط شاشية ولا يستوضى ويجي لا بأس في هذا الإمام خليل رضي الله عنه وعرضاه يقول وقضي للسابق اللول ليقبض المكان اللول يروح يتوضى ويقول لي لا شيء في هذا ولكن يقبض مكان ويروح يتجول يتصوق 8 9 10 11 12 الوحدة بعد يجي يتبخت والناس قال سبقوه إلى المسجد ويجي المكان تاعي ما كاش مكان تاعك سيبرنوس على 8 على 9 الواجب على أئمة المساجد ينحي هذا البران السوشواشي وإنحيها ما كاش هذا يجي إنسان يحجز مكان ويقول لي انتاعه ما كاش انتاعك في بيت ربي وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا سمعت يا ولي تيزيوزو ربي يحفظ تيزيوزو من الحسادين ويحفظ تيزيوزو من الكذابين ويحفظ تيزيوزو من المنافقين أنا زعفان على هذا كبابة إيبوسي كان واحد اللاعب من إفريقيا ويحفظ البلاد تيزيوزو يلعب في تيزيوزو كرموه وكلوه شربوه سمنوه خلصوه يعني موفرين له الحياة الكريمة ما شافوش قاعه ولا مسلم ولا ماشي مسلم وشيكون ما على بلوم مش المهم إنسان جاء يعني تخلي البلد بطريقة قانونية قبلوه وكرموه مات موت ربي مات بأجله ما حبوش ماليه في إفريقيا يأمنوا بلي مات بأجله يديروا في الديعايات في الصحافة الدولية ويقول لك فتيزيوزو ضربوه بحجر لاخو ضربوه بقرع لاخو ضرب تيرو وعلي الكدف ما حبوش يأمنوا بلي كائن الأجل مات بأجله وعليه لاعب كيقلك الصحح واسمين ورياضي ومن بعد رياضي ما يموش صحح ما يموش وش يكون هذا بش ما يموش راحوا فريق زيوزو راحوا البابا عطاولوا مليار مئة ألف أورو دهالوا حناشي حتى لدارهم مئة ألف أورو والدولة أعطت لهم مليار وريلي جزائري واحد ورولي جزائري واحد مات أعطاولوا زوج ملايا ورهم ورهوا علامة جزائري ميموت يدروا إلى الدوال خمسمائة ألف سمائة ألف أورو هذا مات الدول فريق زيوزو رجال راحوا حتى للقرية تاعوا دارهم أعطاولوا مئة ألف أورو هذا تعالش هذا ضرهم تعول زيوزو والدولة تطلوا مليار وبابا ما زال يطعن في الجزائر وما زال يطعن في تيزيوزو وما زال يطعن في شبيبة القبائل وما زال يسب الطماع يسنك ما يزيدون حسبون الله ونعم الوكيل حسبون الله ونعم الوكيل لو كان شاوروني يدي الأجر انتاعوا فقط شهريت كي مرام يموتوا لعاب جزائريين ما يدي إلا شهري انتاعوا وإلى وإلى غادهم وقع هذا زوج ملاير ما كان يحلم بهم جابوهم للدار وما زال يطعن في الجزائر ويسب في الجزائر ويضع في الصحفة الدولية بشي يوسخ الأمة حسبون الله ونعم الوكيل ربي يحفظ شبيبة القبائل ويصونكم ويصوركم ويزيدكم تألقا إن شاء الله ويرفعكم كما رفع نجوم السماء سائل يقول طلقت امرأتي بالنية يا أخي قلت لك الطلاق لا يقع بالنية أنا نظل نجاوب على السؤال ما كاش طلاق بالنية كين حاجة بالنية النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما الأعمال بالنيات مش النية بالنيات أعمال كين عمل هاني رحت نشري سيا نويت نشري ها أنا النية جبتها ولكن لابد من عمل نتافق مع مولاها نعطي لدارها مرح البلدية نتكاتب ها شفت كين عمل ما لطلق وكذلك لا يقع بالنية فقط هاو نوي طلقها مطلقها ما كاش منها ولو ولو ينوي ألف مرة الزوجة زوجتك وهذا أبو خليط هل يفتلكم باللي الطلاق يقع بالنية هذا على ظلال واحد يشري دار بالنية هاو نوع يشري ها خلاص واللي تنتعو لازم يوح للموتاق ويخلص الدرام ويتكتب وهكذا ليس هناك طلاق بالنية وإلى حصة قادمة إن شاء الله والله عمر داركم بالخير والبركة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته